يقع المقر الجديد للأكاديمية العربية في حي الرياضيات المبنى رقم 314 يوجد في المبنى 200 نافذة و7 طوابق يتسع موقف السيارات لـ 90 مركبة ارتفاع المبنى 63 مترا جد ارتفاع كل طابق الآن عليكم تحديد المعلومات التي تحتاجونها لستم بحاجة للعنوان ولن يفيدكم عدد النوافذ في المبنى أما عدد الطوابق فهو مهم جدا خاصة أن السؤال يخبركم عن الارتفاع الإجمالي للمبنى حيث يقول السؤال أن الارتفاع الإجمالي هو 63 مترا كما يقول السؤال أن المبنى فيه سبع الطوابق واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة فإذا كنتم بتقسيم 63 على سبعة تعرفون طول كل طابق 63 مترا على سبعة الطوابق يساوي علامة استفهام وهذه طريقة أخرى للقول أن سبعة ضرب علامة الاستفهام يساوي 63 وها هي أمامكم إذا استطعتم معرفة الرقم الذي يجب ضربه بالعدد سبعة لتحصلوا على 63 عندها ستعرفون ما هو ناتج قسمة 63 على سبعة يمكنكم البدء بعد مضاعفات السبعة سبعة ضرب واحد يساوي سبعة سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر سبعة ضرب ثلاثة يساوي واحد وعشرين سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين لاحظوا أنكم تضيفون سبعة في كل مرة سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثين سبعة ضرب ستة يساوي اثنان وأربعين سبعة ضرب ثمانية يساوي ستة وخمسين سبعة ضرب تسعة يساوي ثلاثة وستين علامة الاستفهام تساوي تسعة الآن يمكنكم كتابة ثلاثة وستين تقسيم سبعة يساوي تسعة إذن متوسط ارتفاع كل طابق تسعة أمتار كما تلاحظون بالرسم ارتفاع الطابق الأول تسعة أمتار وعند الصعود للطابق الثاني يصبح الارتفاع ثمانية عشر مترا الارتفاع هنا في الطابق الثالث سبعة وعشرين مترا والرابع ستة وثلاثين مترا والطابق الخامس ارتفاعه خمسة وأربعين مترا أما الطابق السادس فارتفاعه أربع وخمسين مترا وأخيرا ارتفاع الطابق السابع ثلاثة وستين مترا لذا لو كان ارتفاع كل طابق تسعة أمتار عليكم الاستمرار بإضافة تسعة لكل طابق تضيفونه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر